אנחנו פועלים بأين سفور دרכים כדי להחזיר את החטופים שלנו. אני חושב עליהם כל הזמן. אני חושב עליהם כל הזמן. أعلن نتنياهو اليوم قدام كابינט الحرب بشكل واضح أنه مش رح يوقف العدوين قبل الانتصار الكاميل على حماس. وتزرع أنه مكترح بايدن ما بيذكر أي تفاصيل واضحة. إجا تأكيد نتنياهو لاستمرار الحرب بعد خطوة غريبة من رئيس الأمريكي جو بايدن. ليأعلن ليلة الجمعة مكترح جديد لوقف الحرب وقدموا على أنه مكترح إسرائيلي. بيختلف مكترح بايدن على المكترحات السابقة بين قطين أساسيتين. ما حدد المكترح موعد فعلي للوقف الكامل والمستدام للحرب وربطوا بمفاوضات مستقبلية بين المقاومة والإحتلال بعد مرحلة أولى لوقف إطلاط النار. ما حدد المكترح تفاصيل عمليات تبادل الأسرة بين المقاومة والإحتلال فتجنب مأزة الأرقام وحساسيتها بين الطرفين. علقت حماس بإيجابية على هيد المبادرة يلي بعد تصور أولي باعتبارها بتنص على ثلاث عناوين أساسية الوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل من غزة وإعادة عمار الكتاع. بس أكيد الحركة ناطرة عرض رسمي بيحسم كل هيد النقاط. حتى اللحظة نحن نتحدث عن شيء قيل على الهواء. لم يقدم شيء مكتوب وتجربتنا أن ما يقال ليس بالضرورة ما يدون ويوثق. بالمقابل اشتر ردود الإسرائيلية متنقضة. بعد ترحيب مولتبس من مستشار رئيس الحكومي أوفير فالك وتأكيد الرئيس الإسرائيلي إسحاك هردزוק على دعم نتنياهو في حال مشه بالعرض طلعت أسوات الوزر المتطرفين بالحكوم اليمينية ليهددوا بأسكات حكومته في حال وإف العدوان. لذلكني أخذر على الأدברים שלי بطورة مفرشة وأقول لرאש الممشلة إن تختم على حسكة مفكرة שتبهي لسيوم الملحمة بلي الشمدات الخمس كما الكبינט עצמו كبه عוצמה יהודית تفارك بعد مقترح أيار الماضي عم يعرقل نتنياهو وحكومته طرح جديد لوقف العدوان ويقف من جديد بوجه الضغوط الأمريكية اللي بلشت بتجميد صفقة أسلحة إيلة ورفض اشتياح كبير لرفح واليوم بتبني طرح وقف الإبادة يبدو إن حسابات إدارة بايدن الانتخابية مش متقطعة مع حسابات نتنياهو بإنكاس حكومته والاستمرار بالحكم وبالإبادة